وعدم سؤالهم للعلم مع أنهم متواجدين ودينها الحمد ما توجيهكم في ذلك؟ توجيه في ذلك هو أن الواجب على الإنسان أن لا يقوم بعباده ولا سيم الحج الذي لا يكون إلا نادرا في حياة الإنسان حتى يعرف ما يجب في هذا الإنسان وما يمتنع فيه وينبغي أن يخلف أيضا ما يسن فيه وما يكره وأما كأنه يمشي بدون هدى فهذا على خطر أظن وإذا كان الإنسان لو أراد السفر إلى بلد من البلدان لم يسافر إلا وقد عرف الطريق فكيف بالسفر إلى الآخرة كيف يخاطر ويمشي في طريق الله يدرم ثم إن من الناس من يبقى مده بعد فعل العبادة ثم يسأل وهذا قد يكون معذورا من جهة أنه لم يخطف ذاله أنه أساء فيها ثم مع كلام الناس والمناقش يتبين له أن يخطف يسأل ونضب لهذا مثلا كثير من الناس يخطى عليه أن الإنسان لا جامع زوجته وجد عليه الغسل وإن لم ينس فتجده قد عاشر أهله مدة طويلة على هذا الوجه ولا يخطف ثم بعد سنتين أو ثلاث يسأل وهذا خطر عظيم لأن هذه صلاح آكد الثاني سنة بعد الثلاث ولهذا نقوم وإن لم تدد في السؤال إن الإنسان إذا أنزل لشهوة وجب عليه الغسل بجماع أو بجماع حتى بالتبكي وإذا جامع وجب عليه الغسل سواء أنزل أم ننز فلذلك ننصح إخواننا إذا أراد العبادة أن يتعلموها قبل أن وإذا قدر أنهم فعلوها بدوا سؤال ثم أساوه يبادروا بسؤال حتى تبرأ أهمامهم وحتى يلقوا الله عز وجل وهم لا يطالبون بشيء مما أعجب الله أليك نعم حسنا الله أليك